السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحة وربنا ينصر قواتنا الشعب المصلة رجعنا لكم بفيديو جديد مراكس الانصرافي فيديو جد سخن وانصرافي غير كلامه تلتمية ستين درجة بقول المؤامرة كبير جدا ضد سودان وما زال مستمر وجاي اخطر من المضى وتسريحة دي سرعة تقال بخالف الواقع ويحصل المسيّرة اللي برحانه والبواخر والأدم انتشار الجيش كله كان التمثيلات بعمل الجيش عشان الجيش قاد يضغط على المواتن ومواتن يقبل بالتفاوط عشان هو يدار يتفاوط ففيديو جد سخن وزولة غير طوطلية من كلامه زوان كان بقوله كده رحمنا الفيديو اول حتى انبدأ اينا اكب ما قل يا سيد البرحان اسمع الكلام ده كويس الناس دي حشي الكلاش حشي الكلاش اصغر زول في علوم السياسة بيقول لك البلد دي حتمشي ريحارب أهلية عناصر الحرب الأهلية شنو؟ متوفرة حسي؟ ايوه متوفرة ليه ما حصلت؟ هنا في عناية الهية في وعي حصل مفاجئ انه الناس عرفت عدوها حددته جاري ما عدوي القبيلة الفلانية الاولادة في الدعم السريع ما اعدائي زي ما القبيلة الفلانية الاولادة في القوات المسلحة ما اعدائي زي ما القبائل الفلانية في الحركات المسلحة ما اعدائي القبيلة ما عدوي انا عندي خلاف مع زول اللابس كاكي احنا وصلنا بالمرحلة دي من الوعي المفاجئ بفضل الله المشكلة برهان انه زول ده شاهل كلاشو شاهل كلاشو دورك الان كقائد انك انت الان مطالب تقود السورة دي تقود التغيير ده تقود الغضب ده تجاه الزول العدو لانه لو مشيت بالمساعر اللي انت ماشي فيه ده بعدين الناس حشيوا كلاشا واحد من اعدائها حيكون الكاكي الاخضر تغاضى الناس عن هفوات القوات المسلحة الخطيرة والكبيرة الكانت من انسحابك من مدن وراح ضحاياها سبع مليون مواطن وتكررت العملية الناس ما وقفت للجيش ولا خوانت وغير انا ده شفت بركبة كنت تانوا في زول بعمل حاج والله زول طلع فيه لايف محتسب وصابر وثابت قال ستة من اولاده استشهدوا قدامه والله قال الجيش لو فضل فيه عسكري واحد احنا معه بعد كله لم يتزحزح ربنا سبحانه تعالى اختبر بصائر وقلوب الناس اختبار حقيقي بل جد جد ده البل ذاته ناس صبرت الحاجة دي لما انت تمادى برهان بيكون عندها اثر فهي بعد ذاك بتتحول للحاجات اللي انت احنا ما دارينها واللي بيسببها احنا ضحينا وصبرنا زول بيطلع حاس بكون في اللايب بيكون ابوه اسير وبكون ابوه شهيد وحصلت في الحاج يوسف وحن اترحم ان شاء الله على سيد العميد وولده اغتالوه وزول صبر لحد 17 شهر قاعد قال من بيته ما طالع وما طالع لانه راجل وما طالع لانه بيحمي اعراضه واعراجاره معه ولده استشهد في بيته تحسي بعد 17 شهر من المعركة الجيش جاي بلوه خبر؟ لا لا ما جاي بلوه خبر الجيش عارف الجيش ما عارف لكن هو عنده ضمير ما في زول عارفه لابس كاكه ممكن يلبس جلابيته واطلع لهو اللبس الكاكه عنده ضمير بيقول له انت لبس الكاكه سبت زي ما سبت زمقان بتاع التصنيع الحربي قام براو قاعد في جنوب الخرطوم زول فريق قاعد بقاتل مزي الفرغة قاعدين في دبي والقاعدين في مصر وبتكلم عنه انه ده تصنيع حربي وبينجيب سلاحه ولما النهبش الواحد فيه ننزل لهو تهني اليروحه في الجريه ده صفحه كامله لا 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 احنا عندنا نموذج في القوات المسلحه ونموذج شعبي ونموذج يتبنع له اساس وطني نعم دولك حس يا برهان انك تقود الحاجه دي لما نقولك اعلن الاستنفار والله يا برهان ما لانه يعني بغض النظر عن اي حاجه انا والله بقول الحاجه والناس ممكن مرتل غلابال ويجي بعدين اقولك بطب ليه والقرار لازم يكون عنده ابدا اول حاجه اطفاص صفة الشرعية للحاجه اللي بنعمله احنا احنا والله يا برهان احنا ما الطرف المجرم في المعركة دي احنا بنحقا نتعللين الدولة ان احنا نتعبه وتعبه اعامه ونشيل سلاحنا ونقاتل تحت مظلة الدولة احنا ما احنا ما مجرمين المتهم في اشعال الحرب قالوا الكيزان نظام سياسي وقالوا الدعم السريع قوة مسلحة وقالوا الجيش مؤسسة انا المواطن ليه ما اشيل سلاح ليه ما احمي روحي ليه حسينة بيتصارح فين الاطراف كلها واحد يقول ليه تجعان واحد يقول ليه تستنفر واحد يقول ليه تيرهابي واحد يقول ليه ما طلعته ليه ما سلمته نسلم منه يعني عندنا شنو غالي يسلمه فيما يتقاتل الطرفان يعني ما فيه اعراضنا دي نسلمه ليه يعني بسهولة دي وإحنا لو ما سلمنا معناها بنستجيب لأصوات الدعين للحرب كلنا بندعو للسلام عاين وديل دعاة الحرب وبأبواق الحرب ليه يا برهان قوة الغضب ده وجهه في اتجاهه الصحيح الفرص قاعد تضيق عليك بالمناسبة اللي بتخليكم تفكروا في الأفكار دي هي معناها فرصكم ضايقة وحيالكم عجزت وربنا سعى تعالى طمنا قال الشيطان غاية المعركة دي كيده ضعيف والله كل الحاجات اللي بتفكر فيها مكشوفة ما ده رايحة تطلع بإيمان ثبات نص ساعة بتكشيفه واحد اين ثلاثة والناس بتعرف تعمل الصح أهمية انه يكون فيه قائد احنا تكلمنا قبل كده يا برهان انت حولت من موظف رئيس مجلس سيادة ومجاهد ومقاتل غاية الجيش لرمز شعبي تعبوي لرمز اجتماعي الحاجة دي جاتك فيه حتتك وهما الناس بيصارع في السلطة وانت جاتك طائعة انا فاهم انه فيه اجندة غالب عليك وفاهم فيه انه املاءات الناس ما فهم الشكل الضغوطات بيكون شكلها شنو تعال اشديك مثال واحد على الضغوطات سلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طييمة سيدي يا سرعات الرجول الثالث في القوات المسلحة عمل لقاء في تلفزيون السودان اول حي اختياره للغناء مشكور عليه دعمه للإعلام الوطني مشكور عليه وتسريب من الكلام اطلع انه احنا والله وصلتنا عدة والعدة حتغير شكل المعركة الحاجة دي طبعا فاة رسالة قولي النفرين لينا احنا ولا الدعامة يا سرعات بطميننا احنا كشعب سوداني وبكلم الدعامة بقول له ان جيبنا سلاح جديد امشو اشتره مضد هو طبعا ما قصده الحاجة دي ولكن لخطورة الكلام اللي قالوا احنا عندنا في الجيش قاعدة اسمها البيان بالعمل اشتريت عدة وريني لها في الميدان تاخ 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 واولادنا في مدرمان وبناتنا في مدرمان قاعدين الليل يجيوا يقول لك والله طوالي الليل اسمها دخلت عدة جديدة شفتوا الضو بتاعها كيف شفتوا الهزة حقتها ده سهروخ طالع ده ما سهروخ راجع الناس عارفة نوع الزخير عارفينه سلاح جديد بضوي عارفينه المدى بتاعه عارفينه نوع السلاح الناس بقد عارفان من الصوت فالعسكرية يا سرعطة بتقول البيان بالعمل اذا انت جبتها فبتعمله احنا يا ياسر 17 شهر ما دار الناس مع انه احنا صنعنا تحالفات جديدة وصنعنا علاقات جديدة والعلاقات ده حجيب لينا عدة يبقى السؤال هنا كان عندنا عدة في الايام الفاتة الجاية انت في زال ما عرف الموضوع ده الاخر العمليات العسكرية انه عندنا عدة نوعية استلمت دولة الشقيقة وجارة بيننا وبين البحر الاحمر الدولة دي احنا قاعدين نسميها مريخامة عشان تفادي الجاليتنا اللي قاعدة هناك سجنوا منها اولادنا كانوا في الترباز قبل ايام ما بنقدر نقولها عديل لكن كل المظام بتاعتكم حتمشي للسعودية والملك سلمان ومحمد بن سلمان وانا بقول لكم غلط ظنونكم ما هي السعودية ولا هي وزير خارجتها ومبعوثة ولا هي الدولة المسكة الباخرة لحد ما جل المبعوثة الروسي بعد ساعتين فكوها وفي واحدة تانية استلموه ورجعوها فلما نطلع مسؤول في الدولة والاعلامي كلمنا انه في دول بتمسك سلاحنا طيب السلاح ده احنا مشترينه من وين يا برهان احنا مشترينه يا اخواننا من روسيا بعد اتفاقية اعلان السيدي اسرعاتها نفسه قبل شهرين وسافر فيها الرجل التاني في الدولة وقعد مع بوتين وموضاها وجيبنا سلاح والسلاح متحرك كده قامت دولتين كلكم ظنكم حيمشي للامارات ومحمد بن زايد وبيجروش وبرضو حقول لكم ظنكم ما صح لكن بعد اتو ظنونكم يعني صرفها ما عندو علاقة بافكاركم يعني انا دارس الياسرعاتها والبرهان والمفضل والخارجية لو انا جايب سلاح من روسيا وجايبه بيباخرة الروسية وخدت العالم الروسي سعود ذاته ما محمد بن سلمان لا 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 سعود ذاته البل بس العقالة ببان اربع طوابق ده بيقدر وقفها انا بزعلك هابو رهان ما احنا لما نجي في دورنا بيجيب قولوا لينا في ضغوط على البرهان تمارس صحيح وضغوط دولية اقطاب الارض الامريكا وروسيا صحيح واحنا في النص نعجن صحيح والبرهان ده يتعرض لمتهديد وانا معاك انا اشتريت السلاح ده من الروسي والما سامع يسمع والما سامع يسمع مركب السلاح ده في باخرة والباخرة ده في عالم روسي سعود ذاته بيقدر يوقفها ادينا دليل ما هو احنا قبل ايام استقبلنا ناقلة روسية وقفت عندنا في البحر الاحمر ده يا برهان انا مشيت راجحت الخريطة قاعد ما اندي شغلة عشان بس ما اضيق عليكم الوسيعة وادخلكم في مدرسة انتم ما قدولة انا ما حقيس ليك المسافة من خليج عدن لحد دي جدة والمسافة من خليج عدن لحد دي برصدان الباخرة بتجي من الروسي بتجي لفة لفة دي داخل البحر الاحمر من عدن تمام؟ لما انتجي داخل لما انتجي داخل الحتة دي لما انتجيس المسافة من عدن لحد دي جدة وتجيس المسافة من عدن لحد دي برصدان بتلقى بتاعت برصدان اقرب الباخرة دي ادعي جدة شو؟ انا بقول الناس طبعا في التكرتين انا بتكلم عن السعودية انا بقول مثلا بخرة جاي شعل السلاح من روسيا مركب عالم روسي وعالم سوداني اللي بوديها جدة شنو عندك شنو في جدة تزود بالوقود تزود باخرة شاء لسلاح ما تأجر الباخرة كلها وين بتعين المراكب بتعين البحر ديال الناس تبدأ اسمعهم بالباقات ديال بابتاع وبابتاع باقات ديال ما تجيبوا لينا باخرة امش انا عسلي لو دارت عامل مع روسي يا برهام بعمل شنو والحاجة اشتري منه هنا الباخرة زاتها جيب الباخرة دي خطها بعدين اش حنفها سلاحة اش حنفها حاجاتك خلي تاني سعود نفسه يقوم من غبره ديه بش قل لي يا برهان لي احنا بيتخطونا في الحتة الضيقة دي طواقم التفكير كل مرة عندنا طيارة عابرة جاية بالامارات سبتوها في ميناء علي عندنا باخرة جاية سبتوها في الجنوب ما تقول للروس ده تسليم موقع بتعرفوا الحاجة اسمها تسليم موقع يا اخوان ولا ما بتعرفوها انا بستلم منك سلاحة ده في برصدان بتيملك باقي القوميشن حقك بتيملك باقي القروش حقتك تسلمني لها في برصدان هس دي ما جات ناقلة ايرانية وقفت قبل اربع يوم العالم كله وقفة الخارجية طلعت بيان السعودية ما لمع سبتتها باخرة نووية شايلة سلاح وعالم ايراني ما قالوا محمد بن سلمان ما سبتها مالوا السيسي في غنات السويس ما سبتها مالوا مالون هناك الاردنيين في المضيق ما سبتها مالون مالون في تيران وصرافير اليهود مالون ما سبتها مالكمها بشتوها لكن باخرتني احنا جاي بسلاح اللي بتاخر العملية العسكرية بيطلع ياسر بعد 17 شهر بيطمني بيقول لي انا جاي بعدة جديدة كلمت دعامي قل لي والله العدة الجديدة جاية العدة الجديدة جاية وصلت احنا بنشوفها بيان بالعمل في الميدان ما بنشوفها تصريحات في التلفزيون وكمان قلينا حوريه كلها بعد بكرة يوم السبت يعني لما نعمل البرنامج حقه يوم الخميس قلينا حوريه كلها ده البرومو بتاع البرنامج قلينا حوريه كلها يوم السبت كلم كل المخابرات كل العالم تعال وقعدوا عشان نعرف السلاح دي جي من وين ونجيب مضاده وقالك ده نموذج بسيط لانه في مشاكل عندها حلول لولا انه في طواطئ لولا انه في طواطئ شوفها برهان انا اللي بحصل ده كله فيلم خاشيو سنة ستة وستين زمن السيمة ابيض واسود الكلام اللي بتعمله فده كله مكشوف وواضح يعني ما تجته دول بتعمل فده كله الشيطان بكرر نفسه ما في حاجة جديدة ما في دهشة في الموضوع ما في دهشة لو زول قاعد سأر نفسه دولة الكيانة الصابوني بتستخدم اقوى ترسانة في الكوكب لناس قاعدين في مساحة مواطنين عزل في مساحة اتنين كيلو سبعمية متر لماذا ده اللي بحصل الان من القوات المسلحة نفس التكتيك بنسحب من سنجة مواطن سنجة حيقبل عالمه حينبز الدعامي ابدا حينبز الزول المفروض يحميوه احنا هسي احنا ما باعد اتكلم عن الدعم السريع ماالو ماالو انا بتكلم عن الزول المفروض يحميني ومواعدين في خط تمرد في القوات المسلحة وخط تمرد في الشعب السوداني بيقين كارهين الجيش الجيش بنسحب طيب الحال شنو يا اخوان انا قلينا مش مفاوضة الجينيفا المتواطئ الدعم السريع والحري والتغيير لا المتواطئ الزول المفروض يحرسني انا ما مفروض امشي جينيفا لكن ده بيقول لي يا اخ انا بنسحب لك وما بيشرح لي وما بيلف وبيجي راجع وما بيعمل تحقيق انا كمواطن اعزل مفروض اقول شنو اقول للجيش امشي اقوعد انت وكتصف ما قادر التحريزة هالشيطان بيكرر نفسه موضوع ما تشوفه واضح ما عنده اي درس يعني الموضوع ده بسيط وواضح ما تجي تقول ليه استراتيجيتي في التخطيط واستراتيجي ربنا سوحات على اخوانا نزلينا المطر الله نزل المطر جميل ده المطر نزل يا هدا السنجا محاصرة الدندر محاصرة جبل موه محاصرة المفروض انا كقايد عسكري اعمل شنو اركب الزلط ده بس اركب الزلط حديد لا ده حديد بكرا الصباح تعليماتي واضحة انا لو قايد تعليماتي واضحة بكرا الصباح اركبوا الزلط الطيران يحرس ليه الحتات الجانبية انا والدعم السريع ده نتلاقى في الزلط بل بل يا صاحبي مش جبل موه ده الخريف ده في مصلحتي انا الخريف قطع امداد الدعم السريع البيجي من خارج السودان لكن بطريقة مهافزة العامل هدنة طبعا كل العمليات العسكرية الان واقفة قسي قبل شو يتحرك وناس المناقل يا صرفي جبتوا الكلام ده من وين من محمد خليفة وبتاين بيجيتوا تسمعوا كلام محمد خليفة في الجيش لانه حس شعبي فاير الناس فايرة اديه هنا الجرعة بدي كلها محمد خليفة ما بدي كلها انا انا احسي قبل الله فاطلع بي تلتاشر دقيقة اربعتاشر دقيقة خليفة دنجر منزل انه الجيش بتاعنا في محاورة المناقل يتحرك وتقدمات كبيرة وكله خرابيط ساي طبعا النتيجة بكرا الصباحة ينسحبوا يجي راجعين تاني الفاو ماذا معروفة يعني مادر زرز عصو وصلت الجبل موية لا وصلت المدني لا وصلت السوكي لا وصلت السنار لا خلاص يبقى هو دي 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 جرعات ساي عشان احنا فايرين والشعبي فاير يلا نصر من الله وفتح غريب والله جغبنا ليك الغايد لا خرابيطة هذا ما بمشي فيه المسار ده انا انا ما ماشي معاك بالكلام ده انا عارف ان الجيش فيه قاعدة اسمها بيان بالعمل بيان بالعمل في جزيرة شنو العاصمة مدني استلمت لسه ات ما قادر تستلمها وخايف تستلمها تحميها ات المزئولية الحماية ده ما دايرة ات مزئولية الحماية ما دايرة انا شفت الكونفوي بتاعكيه كالمرتين في مدني الناس الحشدوه الليو تاني مرة والمرة الاولى الجداخل معاوة عربية تات شر مقطوعة ما فيها دوش كزاته والكروزر الراكبهو والجماعة الماشي الليو دا بياخدوا معاي عشرة دقايق عشرة دقايق في مدني بياخدوها معاي لكن في زوال عامل هدنة مضيع علي فرصة انه انا استفيد من الخريف وقطع الامداد والفزح حق الدعامة واحاصرهم في مناطق انا كنت اصلا مسيطر عليها مناطق سيطرتي اللي هي دفاعات سناره وسنجو والسوك والدندر والقضارف والفو وأنا اكدر اتحرك منه هما ما بيقدر اتحرك لكن في زال اللي شابت ملة هدنا واخفيت لاغنار عندها اربعتاشر يوم اربعت اما اربعتاشر يوم عنده تلات+, يوم حداشر يوام حاسي خلاص بيكفي عندي حداشر يوم دا صابعين على يوم تلاتة خلاص وعندي حداشر يوم انا لكن في زول ملتاحي الحسرة الزولده طبعا • الدعم السريع أبداً الزوال ده هو أمريكا أبداً الزوال ده هو لابس كاك يا أخدر هو القائد المتحرك هو الهيئة الأركان هو البرهان هو ياسر عطا اللي على البيمل في الحاجة دي لابس كاك يا أخدر الناس تكون فاهم أول حاج لأنه إحنا عارفين الظروء دي معركة شغالة الشل بيقى مرتبة الآن وعند العساكر قاعدة راسخة يا برهان إنه الدعم السريع لما ننجز مهمة كبيرة زي إسقاط سنجا بيأخذ راحة البدي والراحة دي منه قادة القوات المسلحة أنا قبل كده قلت الكلام ده قلت قاعدة الدعم السريع في المنطقة الشرقية دي والغربية ووسط السودان هو دكتور اللواء الربيع لكن حس الموضوع ده خلاص بيقى واضح دخلوا سنجا استلموا الدندر عملنا لهم مناوشة بعدين طلعنا قلنا للدعمة السيدة الغايدة العام بتاعهم أنا لا أنا ما عارفوا منه سيدة الغايدة العام بتاعهم قلونا أخوانا والله إنجزتوا شغل كبير يلا بعدين شيلوا المنهوبات حقاتكم اتحركوا اخذوا راحاتكم احنا داخلين مرحلة السكون اسمها مرحلة الانسحاب بعدينها بتجي مرحلة الاسقاط بعدينها بتجي مرحلة السكون الانسحاب دي القوة القاعدة قايدة هو بيسحب القوة ولا يعرض لي محاسبة أو مسائلة بتجي بعدينها مرحلة الاسقاط تسليم المواطنين والأعراض والبنات لمنوا للدعامة عشان يعملوا باشنوا كارتقي ضغط على الشعب والشعب يقوم يضغط على الجيش وقل له أمشي فاوض ما يقول للجيش أمشي حرر ما هو أنا البعمل فيه أنا التقالب شنو موضوع إيه بسيط أنا أنا بقول للجيش لا أمشي حرر أمشي قوم بيدورك بس لكن بيتيجي جهات تانية خليفة دنقر يقول لك كلامي مطابق للانصرافي ما هو حسي يقول لكم يا جيش وروا الناس يمرقوا إنتا بتقول لهم كده عشان الجيش يمشي جينيفا وأنا بقول نفس الكلام لنبيل وللبرهان ولربيع وللجيش وللبيب يمشي قاتلوا إنتا بتقول لهم أمشي فاوض وأنا بقول لهم أمشي قاتلوا وقع وعندنا حجة في الموضوع ده وتجربة إنتا بتزاوغ منها لكن كرحات دعام بتزاوغ منها فمرحلة السكون الآن اللي احنا فيها بعد سقوط أو تسليم سنجة ونسميها تسليم الدندر وفتح الطرق لحد السوك وتسليم السوك تسليم مفتاح بعدها جات مرحلة السكون الدعام الآن يعالج في مرضاهم ومصابينهم كل التغريرات اللي بترفعها ينتو الله أكبر ونصر من الله وفتح غريب قجة الآن راقت في المستشفى دي اسمها مرحلة السكون انت قاعد تقول فيها بل مناسبة قجة قاعد وين والله قاعد في المستشفى ما عارف القاملين والكيكل وين كيكل قالوا مضروف في قراء وقاعد وين قاعد في المستوصف في مدن يسمع مرحلة السكون فالسيدة الغايدة العام بتاعهم اللي انا ما عارف منه ما عارف اسمه منه فبيقول لهم بيقول لهم يلا بعدها امشوا ارتاحوا امشوا رطبوا آآ عالجوا مرضاكم شوفوا الغادة حقينكم دارين تعزوا امشوا عرزوا آآ قسموا القروشة هو بعدها بتصهر فيديوهات وصور في الميديا عرس الدعامة وما عارف قبضنا دعامية متحننة والقصص هالفارغة دي في امتى بالجنبه دي بتصهر في مرحلة السكون اللي هو سيدة الغايدة العام بتديها لهم مقافأة خدمة بعد انجاز مهمة انجاز مهمة حلو اللي بحصل الان انا دايركم تستعيدوا الفلاش باك بداية الحرب ولما نحنا كنا نتكلم عن بداية الحرب في موضوع كنت بتكلم فيه مهم جدا في الالفين وتزعتاشر وماسك فيه والناس اللي قاعدين معاي بيسمعوني اشهدوا لي داركم تشهدوا للموضة دارين مراجات مع الله يوم الغيامة ان شاء الله دارين شهادتكم كنت بتكلم عن مواقع سيطرة وانتشارة دعم السريع الحرية والتغيير وحمدوك ادوا الدعامة حيتين بموافقة وشراف قادة القوات المسلحة ادوهم مواقع حياتة العمليات لما نجيت اتكلمت بالخريطة عن مواقع حياتة العمليات وتوزيعة وانتشارة اي موقع معمول من حياتة العمليات مركز ومعسكر بيبعد من الحدة الاستراتيجية من 5 ل 15 دقية يعني موقع الهيئة بتاع العمليات في الرياض بيبعد من المطار قطع الزلط وبيبعد من القصر الجمهوري بتاتشار 3 دقائق وبيبعد من مباني الهيئة ووزارة الدفاع دقيقتين في امتى الموقع بتاع المعاقيل الموقع بتاع طيبة الموقع بيبعد من السد كده في الولايات موزعة كده الحرية والتغيير ادت الدعامة حاجة تانية مهمة جدا ادت مواقع ومراكز المؤتمر الوطني دي كنت انا بتكلم عنها طوالي هم بيقوا قاعدين في مصبيوتنا يقول لك الدعامة حرسين مواقع المؤتمر الوطني من 2019 بيخزنوا فيها السلاح بيخزنوا فيها انجناصات بيخزنوا فيها الزخيرة دي المراكز والمواقع بتاعت المؤتمر الوطني ما مفروض الدعم السريع يستغل قلنا احنا اعملوها مراكز صحية افتحوها ما تخلوها مقفلة من 2019 انا بتكلم فيجي واحد قاعدة يقول لك الانصراف يدعو للحرب لا انت كنت مشارك فيها لما استلموا المواقع دي والمراكز لما جاءت الحريب هم كانوا في مواقع سيطرة بعدين انا انا بحب المك عجيب الهادي لان المك عجيب الهادي في نقطة اشتلمة ومسك فيها كويسا اللي هي مراكز التدريب والمعسكرات القاعدة في مناطق الجموعية في جبل اوليا وهو قل له ونطلع منا ان شاء الله نعمله مستشفيات ولادة لان انا كنت بتكلم عن خطورته فهم كانوا محاصرين العاصمة مدخل بيجاي الخرطوم بيجيها السوبة وبيجاي بيبحري وبيجاي بيطيبة طيب بتقول في الكلام ده اللي شنينته خطة ازغاط شندي خطة ازغاط القضارف خطة شندي انا اعمل نفس الحاجة دي بس ما دير المواقع وقع عليك لما ندعم السريع محتلي مباني الهيئة في الرياض كان قاعد في الموقع وخدت دعامة جوه لما كان محتلي مقر المؤتمر الوطني في المطار اللي هو حس بيقى اكبر معتغل والجيش ما بيسمع كلامي والناس ما بيسمعوا كلامي مركز المؤتمر الوطني ده لانه طريقة بناه واعداده كانت خطيرة جدا فيه طوابق تحت ومحصن ما بترسله دانة ولا غيره اول حتة بكون كنت بقول الجيش سيلة اقليبه مستشفى اقليبه يجن في درجات الخمسة وثلاثين اللي كنا نتكلم عن الدرجات الخمسة وثلاثين تكلمنا عن عروة وتكلمنا عن الترابي وتكلمنا عن المؤتمر الوطني تكلمنا عن الحركة الاسلامية كنا ماشين في درجات خمسة وثلاثين خطوة لما نوصلنا الوعي بتاعنا الخمسة وثلاثين زي ما قلت لكم الماسونية فيها درجات الخمسة وثلاثين فإحنا حنفوتها لحد الخمسة واربعين لما نوصلنا خلاص مرحلة الحريب وغزوة الدعم السريع والناس وصلت وعيها ده الحريب قامت خلاص وكل مفروض نكون مسلحين بواعينا لكن قدر الله ومسؤولية وتكليف زيادة الليلة في شندي خطة الإسقاط ما محتاجة المواقع محتاجة الناس والعددية فنفس الطريقة الأسقطباء الخرطوم هي الآن تطبق في شندي من الداخل ومبارح سلمه خمسين عربية والتخطيط بتاع التسليم ده كان له كم ستة شهور إنجاز للهيئة الأعمليات وإنجاز للمخابرات أنا في الميدان استفدت شنونا من الخمسين عربية دي اختفت من المواقع تفضل في رايد سلم وقعد معي سرعطة عشان يسكتوك انت ويسكتوني جابوا الرايد ده تصور معي سرعطة قوة دي قوة دي استلمت الهيئة استلمت الفرغة الثالثة خدتوهم في الدامر خدتوهم في شندي أنا ما فارق معي أنا بسألك المواقع اللي كانت ماسكاة خمسين تات شردي أسي هم طلعوا منا تساديها منوية جيش تساديها الدعم السريع يبقى ما في فائدة شال من البحر خدت في البحر يعني واحد العدد لما تجي تقول ليه الدعم السريع أفرج من سوبة عن خمسمية أسير قبل شهر ركبونا البصاد بإشراف قاعدة الطرق الصوفية وأنا بعاين طبعا قصو ما تكلمت الخمسمية دل ساقون دز ودون الشمالية ودون شندي يبقى عندها خمسمية طالعين من الدعم السريع البضماليشون إنو دل الناس دل ما حصل ليهم دعمنا عملية الدعمنا اللي هي إنك تبقى دعامي لتحت ظروف وضغوط أو إنك يكون عندك ولا دعميا ما هو هاسا أنا قاعدة أشوف فيه في مكتب البرهان وفي هيئة الأركام فيه ناس دعام عاديل طابر بدماليشون الخمسمية دل إنهن ما تحولوا وبيقوا دعاما وأنا نشرطهم في دخلتهم مسكوا حتة يعني مثلا القوة اللي كانت قاعدة في هيئة العمليات الرياض ما بتتعدلها مئة وخمسين دعامي وعندهم مثلا خمسين تاتشر أنا حسي محتاج مثلا في المنطقة العسكرية شندي محتاج مئة وخمسين دعامي دخلت خمسمية الجيش المفروض يصرف معاهم كيف عشان يخرس الأصوات دي يا مجاهد مجاهد باسان الجيش المفروض يعمل شنو يجري معاهم تحقيقات ويكونوا قاعدين في موقع قاعدين أنا بتحداك يا مجاهد باسان حاجتين اللولة جيب ليه التحقيق مع الخمسمية نفر تدخلوه من شندي والشمالية ديل والتانية جيبوا ليه قاعدين في موقع أو معسكر أمشي تأكد منها لقد تحقيق صرف قاعدين جميل جدا والله قاعدين اتقاير تلتمين وستين درجة هو من ناحية المؤامرة مؤامرة كبيرة جدا على السودان والجيش يعني تجاوز حاجات كثيرة واجاي أصعب وفيش أشياء اللي الآن ممفهومة فزي ما قلت أنه الجيش عنده فرصة يعني أنه ينتشر ويضع لجنجيوت ديل التوقف الأمليات يعني الجيش كرره أكتر من مرة فيه قدت محاور أنه بدوك جنجيوت يكون بينه وبين انتصار خطوة الأمليات بتقيف والآن نسي في دغوط كثير جدا كالتمارس على الجيش ومسألة بتال سويسر دي لسه ما ينتهى الجيش أعلن صح إنه وزاعة الخارجية طالبين أنه مواطن لن يقبل لكنهم ما عندهم مشكلة فالآن انت الوهيد تسيقاتي كل كلام الانتعاسي من زمان الناس يتكلم كثير جدا في الغيارة بتالجيش لازم يأصل تغيرات وانت الوهيد تسيقاتي كله والآن انت الوهيد تسيقاتي تقولي يا أخي إذا برهان يردت ما بشي بأسر والآن الانتعاسي تتهم اتهم مباشر إنه قيارة الجيش هم القيارة بتالجيش ومسألة تقول كل السيناريات الماشية الجيش يعمل يعني المسييرة والحجس البواخر وأدم انتشار الجيش هكيد كله خلفي وانتشار الجيش يجب الانتشار الجيش شعب يطلو يتقاتي الجيش بشك شكرا